هذا كله من الفساد كله من الفساد في الأرض كله يجب على الناس أن يضعوا حداً له ولا يمكن أن يضعوا حداً إلا إذا خرجوا إلى الشوارع وإلى الميادين بالأعداد الكبيرة عندها يفرضون على مجلس الأمن اللي هو الآن جزار ليبيا يفرضون عليه أن يضع ويلجم حفتر ويلجم البرلمان ويلجم الدولة ويفرضون عليه أن يسمح بانتخابات حقيقية المجلس الأمن والدول الكبيرة لا تريد يكذبون عليكم سفير أمريكو لغيره والله لا يمكن أنهم يسمحوا بانتخابات بإرادتهم لأن هذا هو الجو اللي يعيشوا فيه وهذا هو الذي يحقق لهم ما يريدون من خدمة العدو الصهيوني بحيث تكون الدول العربية كلها ممزقة لا قدرة لها لا تقوم لها قايا ما فيهاش كل واحد غير يدوب يستطيع يعيش ولا يحصل كهرباء ولا يحصل مية هذا الذي يريدونه إطالة الأزمات لا يريدون لنا خيرا هذا الذي يجب على كل واحد مننا أن يعرفه وهذا لا يمكن حله مع الناشلي إلا حل واحد إلا أن نخرج وننطفد ونطالب بحقوقنا بالخروج من المدينة إذا تعبنا شهر ولا تين ولا تلاتة فإننا نستريح والله سنستريح ونقيم ديننا ونتحصى على أموالنا ونرجع كرمتنا ومعاش نذل لا في مصارف ولا في إدارات ولا تأخذ مننا رشاوة بالظلم كل ذلك يعني ينزح عننا ونتخلص مننا تعبوا أنفسكم قليلا ترتاحوا كثيرا اشتركوا في القناة